المباراة مبارح انتهت 1-0 بهدف كهربا انتهت 3-0 انتهت 4-0 او 5-0 الجمهير مبارح خارجها سعيدة لان الاهل مبارح كان بيلعب مباراة تكتيكية على اعلى مستوى البعض مبارح حاول يكلمنا عن المباراة ويقولوا دي اسوأ مباراة قمة الناس مش واخدة بالها ان النادي الاهل عنده مدير فني زكي جدا بيعرف يقرى المنافس ويعرف امتى ينقض على المنافس في التوقيت السليم اللي يقدر من خلاله يقتل المباراة ممكن بقى عايز تقولي يقهرب المباراة اي حاجة ممكن تمشي مع الفولت العالي خلاص الفترة اللي جاية ولكن يقدر يقتل المباراة الالف الشط الاول كانت استراتيجية كولر ايه مش عايز يجاري الزمالك مش عايز يعمل معدلات ليقى بدنية عالي عايز المنافس يدخل معك في الجيم ويلعب ويجري كتير لان ملاحظ بشكل كبير خلال هذا الشهر اخر 4-5 مباريات للمنافس اللي يقى البدنية بتقل جدا ومعدل اللي يقى البدنية عند المنافس بتظهر بشكل كبير وبتقل جدا في النص ساعة الاخيرة من نهاية المباراة وبالتالي التاكتك وطريقة اللعب اللي اتعامل بيها كولر مع المباراة كان عايز يستنفذ اكبر قدر من المجهود البدني للمنافس وبالفعل جاتت ديقة 60 عشان تكون البداية والانطلاقة بتمريرة من حسين الشحات واستلام رائع من حمد فتح نجم المباراة لمحمود عبد المنعم قهرباء اللي تحس دايما ان رجله في الملعب ما توقفش تحس دايما ان الفولت العالي عنده موجود وجاهز في اي وقت وبالتالي السياسة الحكيمة لكولر مباراة في ادارته للمباراة وانه كان بيتعامل مع التغييرات قرد فعل ده شيء رائع جدا لان كولر من المدربين بيحب يستنى يشوف المنافس القدامي والمدرب القدامه بيتعامل ازاي مع المباراة هيغير ازاي؟ طريقة اللعب هيحصل فيه ايه؟ ما بيندفعش وده تاكتك مش عند اي مدرب الا المدربين اللي هم قدام اوي ووكبر اوي اللقطة دي قهرباء واخارك بيقول لمحمد شريف هتجيب جون هتجيب جون هنا انا اتكلم على عنصر التوفيق التوفيق كان مهم جدا انباراة لمحمد شريف بعد فترة كبيرة جدا من الصيام عن التهديف انباراة يحرز هدفين انباراة كان فيه لقب جديد لمحمد شريف الاسد الاسد محمد شريف امباراة احرز هدفين وبيحتفل بالهدف الخمسين وبعد كده خلاص بقى الواحد وخمسين قصر الخمسين وداخل فيه المئة هدف ان شاء الله وامباراة كده واحد وخمسين هدف لمحمد شريف وبالمناسبة كمان محمد شريف دلوقتي بنتكلم ست اهداف مباراة القمة يعني يمكن بيعادل رقم عماد متعب في فترة وجيزة جدا للقناس محمد شريف ولتلكوا التوفيه مهم جدا لأي لاعب والرأس الحربة تحديدا لكن زي ما ولتلكوا هي لمست يعني الاهداف لمست مع شريف وقت خروج كهرباء وهو بيقول له هتجيب هدف ودي الروح الاهل امباراة ماكسبش اداء ونتيجة امباراة كان فيه روح التكاتف اللي موجود ده جوه الجهاز الفني واللاعبين ده اكيد لازم تكون ليه نتيجة كبيرة في نهاية المباراة وانك تفوز في الدربي على الفريق المنافس التقليدي لك الزمالك بسلاسة اهداف مقابل لشيء حاجة بالتأكيد بتساعدنا عشان الفترة اللي جاية اه قبل كده كانت فيه نتائج اكبر من كده بكتير الموسم الماضي حتى انت كسبت خمسة لكن في النهاية فيه درس مهم جدا الدوري مخلص انت السنة اللي فاتت واخد من الزمالك اربع نقط وللأسف خسرت الدوري بتفاصيل تانية لا دعي لذكرها دلوقتي ولكن لسه الدوري مخلص كمان نقطة مهمة جدا تبين لك اللي انت عندك مدرب فنيا على اعلى مستوى مع كامل احترامي للبعض انبارح اللي كان بيقول لك مدرب تقليدي ما قدمش شيء وبيتعامل معه ان المنافس بيغلط فبيستغل الخطأ ده كلام يعني للأسف غير صحيح بالمرة ودخل فيه حتة الانتماء اكتر لو عايز تكون منطقي وواقعي تتفرج انبارح على تشكيل الاهل وتقارنه بمباراته السوبر كولر لما تفوق على فريرة في لقاء السوبر اللي تلعب في الامارات كان عنده ساعتها متولي وعبد المنعم واقرم وكريم والسولية وسافيو وبدأ بالطاهر محمد طاهر يعني منتكلم ما يقرب من حوالي سبع لعيبة السبع دول انبارح ما كانوش في التشكيلة الاساسية ستة منهم انبارح مش موجودين في المباراة اصلا اتنين منهم المسلم بالنسبة لهم انتهى وبالتالي مع كل الغيرات دي قدر يكسب بنتيجة واداء افضل من لقاء السوبر اللي تلعب في الامارات بسلسة اهداف مقابل لشيء انبارح خالد عبد الفتاح ورامر ربيع عوضوا غيام متولي ويمحمد عبد المنعم خالد عبد الفتاح بنتكلم في مباراة اسمية امام نادي الزمالك مصر كلها بتتفرج عليها والوطن العربي وظهر بشكل جيد جدا هنا العاني الخبيرة وانت بتبرم صفقات للتدعيم تبص على الجابهة اليومنا كان اقرم وكريم فؤاد اللي اتنين رباط صليبي وغيبين لنهاية المسلم لكن في محمد هاني وحسين الشحان